أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء أن عام 2015 سيكون عام الأمل والانفتاح والاستثمار وأشار محلب إلى أنه سيتم الإعلان عن قانون الاستثمار الموحد الذي ناقشته الحكومة خلال الشهر الجاري موضحا أن مناخ الاستثمار في مصر تغير إلى الأفضل كما أكد محلب أن الوضع الأمنية مستقر وستجرى الانتخابات البرلمانية في موعدها المزيد حول أبرز المتطلبات التي تسعى مصر لتحقيقها خلال العام الجديد في سياق التقرير التالي بإصرار على تحقيق طفرة حقيقية يشهد لها العالم تستقبل مصر العام الجديد بمجموعة من المتطلبات المهمة التي من شأن تنفيذها ترسيخ أقدام البلاد على طريق الاستقرار ربما أحد أهم هذه المتطلبات إجراء الانتخابات البرلمانية وتشكيل برلمان قوي يعي مسؤوليات المرحلة خاصة وأن هذا البرلمان بموجب الدستور يمتلك صلاحيات واسعة أو في ظل تلك الصلاحيات ينتظر من نواب البرلمان القادم أن يمثلوا الشعب تمثيلا حقيقيا وأن يعملوا على تحقيق مطالب ثورتي يناير ويونيو مصر أيضا تنتظر مؤتمرها الاقتصادي المقرر عقده في مارس المقبل والذي سيفتح مجالات لاستثمارات ضخمة ومساهمة الأشقاء والأصدقاء في دعم الاقتصاد حيث تعمل الحكومة حاليا على تجميع المشروعات المتنوعة التي سيتم طرحها في المؤتمر في شكل دراسات جدوى حتى تقدم للمستثمرين بالشرح التفصيلي لكل مشروع على حدة ولأن الاقتصاد يمثل لأي دولة قلبها النابض تسعى مصر في العام الجديد لدعم أكبر للاستثمار الأجنبي والسياحة والاحتياطي النقدي وتعزيز الصادرات ولعل أفضل ما يعزز موقف مصر الاقتصادي قيام مؤسسة فيتشي برفع التصنيف الايتماني للاقتصاد مما يبعث الثقة والطمأنينة لدى المستثمرين تحقيق طفرة اقتصادية يتطلب أيضا تكثيف الجهود السابقة في إرسال الاستقرار الأمني الذي تحسن بفضل الحملات الأمنية للقضاء على البؤر الإجرامية وتوجيه الضربات الاستباقية لبؤر الإرهاب ومواجهة كل صور الانفلات والخروج على القانون وتزامنا مع الاستقرار الأمني والنهوض الاقتصادي تسابق مصر الزمن لافتتاح العديد من المشروعات على رأسها مشروع تنمية قناة السويس والانتهاء من إعداد دراسة منطقة المثلة الذهبي وبدء طرحها للاستثمار وتنمية الساحل الشمالي الغربي وإنجاز جزء كبير من مشروع المليون فدان كما ينتظر المصريون بفارغ الصبر منح هديتهم للعالم بافتتاح قناة السويس الجديدة خاصة وأن معدلات الإنجاز بالمشروع فاقت التوقعات بفضل جهود القوات المسلحة وتضافر جهود العاملين بالمشروع حيث وصلت معدلات الحفر الجاف بالقناة إلى 169 مليون متر مكعب هذا عن الداخل أما خارجيا فستواصل مصر نشاطها المكثف لتوطيد أواصر العلاقات مع الدول العربية والعالم وليس هذا فحسب وإنما بذ كل ما هو ممكن لتهديئة الأوضاع بالمنطقة وتحقيق الاستقرار هو إذن عام العمل بكل المقاييس إذانا بانطلاقة جديدة تتناسب مع طموح وإمكانات مصر والمصريين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر